موسيقى رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ برنامج التروحات ويؤكد الإعلان قريبا عن القائمة الكاملة للشركات التي سيتم طارقها في البورصة شكري يؤكد للافروف أهمية تجود تهدئة وعدم التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد أيام من إعطاء الغرب الضوء الأخضر أوكرانيا تعلن أنها ستتسلم نحو 140 دبابة ثقيلة غربية الصنع السلسة مساء بتوقيت القاهرة الرابع بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أهلا بحضراتكم تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خطوات تنفيذ برنامج التروحات في البورصة وذلك خلال اجتماع بحضور وزيرة التخطيط ورئيس صندوق مصر السيادي وعدد من المسؤولين وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم الإعلان قريبا عن خطة الحكومة للطرحة لفتا إلى أن هناك جزءا سيكون الطرح في عاما بالبورصة المصرية وجزءا آخر للمستثمرين الاستراتيجيين كما أشار مدبولي إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي بحضور الوزراء المعنيين لإعلان القائمة الكاملة للشركات التي سيتم طرحها عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يستهدف تحسين الخصائص الديمجرافية مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة إضافة إلى ضبط النمو السكاني وتمكين المرأة وخلال الاجتماع تم استعرض برنامج الحوافز الإيجابية الذي يهدف بشكل رئيسي للوصول إلى معدل إنجاب أقل مما هو عليه حاليا على أن يصل المعدل إلى 1.6 طفل لكل أسرة بناء على مستهدفات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة نسب تنفيذ الجامعات الأهلية لدخول الخدمة بداية العام الدراسي إلى جانب الموقف التنفيذي للمشروعات القومية التي تقوم بها الوزارة وبعض الملفات الأخرى وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في مقدمتها الجامعات الأهلية الدولية والتكنولوجية فضلا عن موقف المشروعات للتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية المعلوماتية والمستشفيات الجامعية نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الإفراج عن شحنات منتجات غزائية منتهية الصلاحية وتداولها بالأسواق من جانبها شددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على أن جميع الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق آمنة تماما ومطابقة لكافة المواصفات القياسية واللوائح الفنية الملزمة مشيرة إلى أن جميع الشحنات تخضع للفحص والرقابة من قبل الهيئة ويتم سحب عينات منها ويتم تحليلها بالمعامل المتخصصة للتأكد من سلامتها مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عين منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للاشتراطات الدولية تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت أجهزة الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 715 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 220 طن أما في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تمضط 30 طن وفي مجال الحجب والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي الأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير تمضط 163 طن وفي مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغزائية تمضط 13 طن ومجال البيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء تمضط 13 طن أسمنت أما في مجال قضايا المخابس فتم ضبط 452 قضية من بينها 167 قضية خبز ناقص الوزن و126 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 13 قضية بمضبطات بلغت 249 طن نظمت توزارة الداخلية ندوة تحت عنوان الوعي العام أحد عائم الاستقرار الوطني وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة جاءت الندوة بحضور نخبة من قادة الفكر والرأي وإعلاميين وذوي الهمم وطلبت جامعات وخبراء ومتخصصين وطلبت الكليات العسكرية وكلية الشرطة نظمت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الواحد والسبعين ندوة تثقفية بعنوان الوعي العام أحد عائم الاستقرار الوطني بحضور قادة الفكر والرأي وإعلاميين والخبراء المتخصصين في هذا الشأن وكذا شباب الجامعات وعدد من دولهمم وموثلين عن عدد من وزارة الدولة وطلبت الكليات العسكرية وكلية الشرطة وتأتي من منطلق الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لقضية رفع الوعي العام لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه الدول الندوات والفعاليات مهمة جدا والمكون الرئيسي فيها اللي بشوفه كل مرة حقيقة هو مكون الشباب ويمكن أيضا بندعو أن يكون فيه مكون للنشط موجود أيضا في هذه الندوات ورشة العمل في هذا اليوم حقيقة عملت على إحياء قيمة المواطنة وعلى التركيز والتعريف بقيمة الوطن الوطن قيمة حضرية عليا شهدت جلسات الندوة تأكيدا على أهمية تكاتف جهود مؤسسات الدولة لرفع الوعي العام للمواطنين لإحباط المخططات التي تهدف لإسقاط الدول والتي تعتمد على تزييف الوعي ونشر الشائعات والتشكيك في الثوابت الوطنية ما يستدعي معه تكتف جهود التوعية بتلك المخاطر من خلال الفن والإعلام والثقافة وغيرها من الأدوات الندوة دي أهمية الحقيقة جاي في توطيق مناسب لأن المهاردة احنا المهاردة خلاص احنا بقنا في قرية صغيرة زي ما بيقولوا الميديا ما بتوصلي في بيتي في تليفوني في التلفزيوني خلاص المعلومات المغلوطة وغير المغلوطة بتجيلي الفن دوره أنه وعي بشكل دائم أيضا تناولت هذه الندوة دور الدراما في تنمية الوعي وتنمية وعي المجتمع المصري بكافة تحديات التي يواجهها المجتمع حقيقة كل المؤسسات عرضت تجاربها في تنمية الوعي وأيضا الخبراء أضافوا العديد من التوصيلات التنفيذية المهمة الندوة تأتي امتدادا لسلسلة من الندوات وورش العمل التي تحرص وزارة الداخلية على تنظيمها لرفع الوعي المجتمعي لكافة فئات المجتمع لتحصين الفكر ضد كافة الأفكار الهدامة والشائعات مع تعظيم قيم الولاء والانتماء دور مهم جدا بتقوم بيه وزارة الداخلية من خلال الندوة بتاعت النهاردة وعموما يعني بواجه عام فيه عدد كبير من ورش العمل والمؤتمرات اتعاملت قبل كده بخصوص رفع الوعي أو بمناقشة قضية الوعي بس من جوانب مختلفة جدا الوعي بايه؟ ده الفكرة فكان في كل مرة وفي كل ورشة وفي كل ندوة بنشوف الوعي بحاجة جديدة الوعي بقاليات جديدة احنا كطلاب جامعة يهمنا دايما ان احنا نكون فهمين عشان نقدر نكون سفراء للوعي اللي مش فيه تخللت جلسات الندوة عرض فيلم تسجيلية اعدته وزارة الداخلية حول جهودها في عقد ورش العمل للارتقاء بثقافة المجتمعية والتوعية بمخاطر حروب الجيل الرابع لهدم الاوطان وقد اثمرت الندوة عددا من التوصيات ابرزها تضافر جهود اجهزة الدولة ومؤسساتها الحكومية وغير الحكومية لرفع الوعي لكافة فئات المجتمع وخاصة الشباب احنا بنلبي دعوة الرئيس الرئيس فعلا لما قال معركتنا معركة وعي فعلا معركة وعي لان الشاب الواعي يقدر يحافظ على الجمهورية الجديدة يقدر يحافظ على المتسابات للدولة بتحققها دلوقتي وزارة الداخلية بتقوم بدور التوعوية وهو بناء الوعي يمكن لما سيادة الرئيس نادى ببناء الوعي الرشيد احنا محتاجين بناء وعي مستقيم بناء وعي ينشر فكر وسطي مستنير في ربوع المجتمع المصري تقاس تماسق الشعوب وتماسق الاوطان بدرجة الوعي بتاع شعوبها والحياء اللي بتعمله النهاردة وزارة الداخلية واكدامية الشرطة الحياء في الموضوع في المنتهى الاهمية والمفروض ان يعني بتتشارك فيه كل المؤسسات رفع الوعي لحفظ امن الاوطان هو ما تسعى اليه وزارة الداخلية لتشكيل حائط صد مجتمعي ضد كافة الافكار الهدامة التي تستهدف مقدرات وامن الدول فبناء الاوطان يبدأ ببناء وعي الانسان بقيمة هذه الاوطان والحفاظ عليها رفع الوعي العام لدى المواطنين احد ركائز الاستقرار الوطني من هنا كان حرص وزارة الداخلية على اقامة الندوات وورش العمل المختلفة التي تستهدف فئات المجتمع لتوعاتهم بمخاطر الشائعات وكذا التشكيك في الثوابت الوطنية ما يخلق مجتمعا واعيا قادرا على تصدي لتلك الشائعات عبدالله بركات التلفزيون المصري اكد وزير الخارجية سامح شكري ان المباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف ركزت على تطوير العلاقات بين البلدين على المستويات كافة بما يخدم مصالح الشعبين وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك عقب جلسة المباحثات عرب شكري عن سعادته بالمفاوضات مع نظيره الروسي والتي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في تزايد مستمر وأن استمرار الاعتماد على السلع التي يتم تبادلها بين مصر وروسيا أمر مهم ويجرى الحفاظ عليه والتوسع فيه سوف نستمر في تواصلنا الوثيق فيما بيننا لدعم العلاقة الثنائية ونعتز بالاحتفال بـ 80 عام على خامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ونستمر في التنسيق الوثيق والعمل المشترك على أساس من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والتاريخ الطويل الذي يعد أرضية مستقرة لهذه العلاقة التي دائما اتسمت بالإيجابية وأضف شكري خلال المؤتمر الصحفي أنه تم بحث عدد من أزمات المنطقة العربية منها القضية الفلسطينية وتطورات الأخيرة وأهمية وجود تهدئة وعدم تصعيد وضرورة إيجاد الإطار السياسي اللازم لإنهاء الأزمة على أساس حل الدولتين وأشار شكري إلى أنه تم بحث الأوضاع في ليبيا خلال محدثاته مع نظيره الروسي إضافة لجهود القاهرة لدفع إجراء انتخابات في البلاد في إطار المنطقة العربية تناولنا الخضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة والأهمية لوجود التهدئة وعدم التصعيد وامتناع عن الإجراءات الإحادية التي تؤدي إلى تعقيد الموقف وضرورة إيجاد الإطار السياسي اللازم لإنهاء الأزمة على أساس حل الدولتين إخامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها الكدس الشرقية وضرورة تكثيف الجهود الدولية والطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته وفقا لمقررات الشرعية الدولية للتوصل إلى حل نهائي يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كذلك تناولنا الأوضاع في ليبيا والجهود التي تبزلها مصر من أجل إيجاد توافق ليبي ليبي يؤدي إلى انتهاء المرحلة الانتقالية ويقود إلى انتخابات يعرب فيها الشعب الليبي عن إرادته ويقيم حكومة تمثل مصالحه وتنهي من تواجد القوات الأجنبية والميليشيات وتعيد مقدرات الشعب الليبي إليه هذا هو أوضح شكري أنه ناقش مع نظيره الروسي الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما أكد شكري على اهتمام مصر والمجتمع الدولي بأكمله بالتوصل إلى الظروف التي تسمح بإنهاء المواجهة العسكرية في أوكرانيا بالتأكيد أن مصر في كل اتصالاتها المتصلة بالأزمة الأوكرانية تزكي من أهمية التوصل إلى بطار سياسي، توافق دبلوماسي، مفاوضات تؤتي بنتائج لإنهاء الصراع العسكري والتعامل مع كافة القضايا المرتبطة بهذه الأزمة بما يلبي المصالح لكافة الأطراف سوف نستمر في المتابعة الحثيثة لهذه التطورات سواء في إطار العلاقات الثرائية التي تجمعنا بأطراف الصراع والشرخاء الدوليين وفي الإطار المتعدد وسوف نستمر في السعي لإيجاد الحلول الدبلوماسية لهذه الأزمة من جانب أشهد وزير الخارجي روسي سرجي لافروف بعمق العلاقات والاتصالات الوثيقة مع مصر وقضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري عقب مباحثاتهما في موسكو أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر وصل خلال العام الماضي إلى 6 مليارات دولار مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الخطوات الملائمة لتعزيز هذا التقدم التجاري بين البلدين اتفاقنا على اتخاذ إقراءات يتم اتخاذها لتطوير هذه العلاقات وأعتقد أن هذا سيكون في صالح شعبي البلدين الشعب الروسي والشعب كمهورية مصر العربية أن الديناميكية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية والتجارية تدعو إلى الاحترام وقد زاد حجم التبادل التجاري عن 6 مليارات دولار واتفاقنا على اتخاذ خطوات محددة لتعزيز هذا التعاون كذلك أكدنا على دور اللجنة الروسية المصرية المشتركة لتعاون الاقتصاد والعلم والتقني ومن المخطط أن تأخذ هذه اللجنة في القاهرة في الشهور المقبلة وخلال المؤتمر الصحفي المشترك عرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن قلقه من التصعيد في الأراضي الفلسطينية كما أثنى وزير خارجية روسيا على جهود مصر في دفع الحوار الليبي قدما ضرورة سرعة التسوية في ليبيا كذلك اتفقنا على ضرورة أن تكون هناك محدثات الليبية الليبية على الأراضي الليبية بهدف التسوية تسوية كافة المشاكل التي تعتري ليبيا في هذا الوقت كذلك مما يصير خلقانا الشديد هو التصعيد الذي يحدث في الأراضي الفلسطينية ونسعى إلى ونؤيد البدء في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية بهدف الوصول إلى تسوية شاملة على أساس حقوقيا سابت كذلك نسعى بين البلدان يصعيان إلى استئناف عمل الربعية اللجنة الربعية الدولية وشدد وزير الخارجية الروسي سارجيل افروف على أن المباحثات المصرية الروسية تناولت تعزيز التعاون بين موسكو وأفريقيا وضف لفروف أنه تم تقديم معلومات مفصلة عن الوضع القائم في أوكرانيا بناء على طلب من مصر بناء على طلب من أخواننا المصريين قدمنا معلومات مفصلة عن وضع الحالة المقائمة الآن في أوكرانيا وتطرقنا إلى الحديث عن القوى الغربية التي تغذي هذا الصراع القائم الآن في أوكرانيا كان هناك سيدة ماركل وسيدة بارشينك الرئيس السابق في أوكرانيا كانت هناك مفاوضات وكنا راضينا عن هذه المفاوضات ونتائجها ونعمله بشكل عملي في هذا الإطار وأعتقد أن هذا سيكون في صالح الصداقة بيننا كان وزير الخارجية سامح شكري قد بحث مع نظيره روسي سيرجي لعفروف خلال زيارته الحالية إلى موسكو سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين تناول الاجتماع أيضا تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات التأثير على المصالح المشتركة للبلدين بما في ذلك تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها المختلفة استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الخارجي الأمريكي عنتوني بلانكين في مدينة رامالله بالضفة الغربية خلال اللقاء شدد بلانكين على ضرورة اتخاذ خطوات لخفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيين كما أشارى وزير الخارجي الأمريكي عن واشنطن ستقدم 50 مليون دولار إضافية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اتفق رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي ورئيس البرلمان الإفريقي تشيف فورتيون تشارون بيرا على أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين والارتقاء بها لأفق أرحب بما يحقق مصالح شعوب المنطقتين جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي لرئيس برلمان إفريقيا على هامش مشاركته في أعمال الدور السابعة عشر لمؤتمر تحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظوات التعاون الإسلامي المنعقدة بالجزائر وخلال اللقاء تم الاتفاق أيضا على ضرورة التنصيق الكامل فيما بين الجانبين في المحافر الدولية دعما لكافة القضايا العربية والإفريقية أعلن وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبا أن بلاده ستتسلم ما بين 120 و140 دبابة ثقيلة غربية الصنع وذلك بعد أيام قليلة من إعطاء الغربيين الضوء الأخضر لهذه الشحنات وقال كوليبا أنها دفع الأولى من الشحنات من ترازا ليوبارد 2 الألمانية والشالنجر 2 البريطانية وإبرامز الأمريكية قال الكريملين أن الدعوات التي وجهها رئيس لتوانيا لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة كانت دليلا على موصفه بالموقف العضواني للغاية لدول البلطيق وبولندا ودع الكريملين دول الأوروبية الكبرى لوضع حد لهذا الموقف مضيفا أن دول البلطيق وبولندا على استعداد لفعل كل ما يزيد المواجهة مع روسيا دون التفكير بالعواقب قال نائب وزير الدفاع البولندية فويتشغ سكورو كوفيتش قال إن بلاده لا تجري محادثات لإرسال مقاتلات من تراز F-16 إلى أوكرانيا وذلك بعد يوم من استبعاد الولايات المتحدة بتسليم مقاتلات مماثلة لكييف وأكد أيضا أنه سيتم التشاور والتنسيق مع القوى الغربية لسيما حال فنيتو قبل إرسال تلك المقاتلات إلى أوكرانيا التقى وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزين كوف بنظيره الفرنسي سبستيان لوكورنو في العاصمة الفرنسية باريس من المتوقع عن تدور مناقشات الوزيرين حول إمكانية تسليم طائرات فرنسية مقاتلة إلى أوكرانيا وذلك في إطار دعمها بالعملية العسكرية ضد روسيا كان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أكد أن بلاده تستبعد إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا في وقت تم إرسال منظومات دفاع جوي ووحدات إطلاق صواريخ ومدافع ومعدات عسكرية أخرى في غضون ذلك أعلن وزير الدفاع الفرنسي تزويد أوكرانيا بـ 12 مدفاعا إضافيا من نوع سيزار قال الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ إن نجاح العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا سيكون بمثابة رسالة خطيرة لما وصفهم بالزعماء الاستبداديين حول العالم جاء ذلك في تصريحات أدل بها ستولنبرغ خلال زيارة لقاعدة إيروما الجوية اليابانية شمال توكيو مضيفا أن انتصار روسيا سيسبب مأساة للأوكرانيين كما سيحمل رسالة مفادها أنه يمكن تحقيق الأهداف عن طريق استخدام القوة العسكرية وقع رئيس الروسي بلعدمير بوتين اتفاق لإقامة مراكز تدريب عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا وأعلنت وزارة الدفاع في بيلاروسيا بعد دورة تدريبية لهيئة أركان القيادة المشتركة للتجمع الإقليمي مع القوات الروسية وقالت إن ذلك يأتي في إطار التحضير لتدريبات المشتركة التي سيجريها البلدان في روسيا في سبتمبر المقبل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز ميئيت في مقاطعة خرسون أكدت السلطات الروسية أن الجيش الأوكراني ترك خط الدفاع الأول في مقاطعة زبريجيا وتراجع إلى مواقع معدة مسبقا إلى الخطين الثاني والثالث مضيفة أنه تم إحباط خطط أوكرانية لشان هجوم في المنطقة كما تمكنت القوات الروسية من السيطرة على تسع مناطق نشرتنا مستمرة مع حضراتكم نتابع فيها إضرابات واسعة في فرنسا ضد خطة إصلاح نظام التقاعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بدأت في فرنسا إضرابات واسعة أدت إلى تعطيل إنتاج الكهرباء وحركة النقل العام والمدارس يأتي هذا في رد فعل عنيف على خطط الحكومة الرامية لرفع سن التقاعد وتم تشغيل قطر واحد فقط من كل ثلاثة قطارات عالية السرعة اليوم وعد أقل من القطارات المحلية والإقليمية وذلك مع تعطيل ميترو باريس بشدة قالت نقابة معلم المدارس الإتدائية أن نصف المعلمين سيدربون عن العمل وبالمثل يضرب موظف المصافي النفطية والعاملون في قطاعات أخرى من بينها محطات البث الحكومية التي بثت الموسيقى بدلا من البرامج الإخبارية موسيقى تشهد بريطانيا إضرابات عملية غدا الأربعاء للمطالبة برفع الأجور وزيادة الرواتب أكدت الحكومة البريطانية أنها ليست مستعدة حتى اللحظة لإعادة فتح المحادثات بشأن رفع رواتب القطاع العام لهذا العام بمعدلات تتراوح بين 4 إلى 5% مطالبين برفع الأجور وزيادة الرواتب يتوقع أن يشارك أكثر من نصف مليون عامل في المملكة المتحدة غدا الأربعاء في إضراب قد يكون الأوسع نطاقا منذ عشر سنوات وينظم مؤتمر نقابات العمال البريطانية الذي يعد صوت الحركة العمالية المنظمة في المملكة المتحدة مسيرات كبيرة وذلك في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على تشريع الحكومة المناهض للإضراب ورفض تمويل رواتب أعلى لموظفي القطاع العام وسيقوم أكثر من 200 ألف بريطانية بالتوقيع على عريضة وتحويلها إلى مجلس الوزراء للإعراب عن معارضتهم للقوانين الجديدة التي تقيد حقوق العمال في الإضراب فالوقت نفسه سينضم مئات الألاف من الأشخاص بما فيهم مدارسون وسائق قطارات وموظفون في الخدمة المدنية إلى الإضرابات المنسقة فيما ستغلق المدارس مما يجبر الأباء العاملين على البقاء في المنازل مع توقف معظم شركات القطارات عن مواصلة خدمتها وفي منتصف ديسمبر الماضي انتقد رئيس الأزراء ريشي سوناك تصرفات قادة النقابات وتعهد بسن قوانين في العام الجديد من شأنها تقييد حقوق العمال في الإضراب الحكومة البريطانية أوضحت أنها ليست مستعدة حتى الآن لإعادة فتح المحادثات بشأن رفع رواتب القطاع العام لهذا العام بمعدلات تتراوح بين 4 و5% مما ساهم في بقاء معدلات التضخم مرتفعة بطريقة لا يمكن للعمال مواكبتها بالنظر إلى رواتبهم وتشهد بريطانيا موجة إضرابات منذ ديسمبر 2022 على خلفية انخفاض الدخل الحقيقي للسكان وزيادة حادة في التضخم بلغت 10.7% وهو رقم قياسي خلال 40 عاما انخفضت تصادرات غاز الشركة جاز برومر الروسية إلى أوروبا عبر أوكرانيا بشكل قياسي بلغ 951.4 مليون متر مكعب في أول 30 يوما من شهر يناير الجاري وأشارت الشركة الروسية إلى أن التراجع نتج بشكل أساسي عن انخفاض الطلب على الغاز الروسي في أوروبا رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو خلال عام 2023 مع صمود الاقتصاد العالمي بصورة أفضل مما كان مرتقبا بوجه الصدمات المتتالية وتبدد مخاطر الركود في عدد من الدول يتوقع الصندوق نمو عالميا بنسبة 2.9% عام 2023 وفق أحدث تقرير له بزيادة 0.2 نقطة مأوية عن توقعاته السابقة الصادرة في أكتوبر الماضي لكن التقرير حذر من أن العام المقبل سيبقى صعبا أكدت هيئة الأحصاء الأوروبية يورستاتا تضخم أسعار المواد الغذائية وصل لزيادة قدرها 18% وأشارت المفقودية الأوروبية إلى أن أسعار الحبوب والخبز ارتفعت من نحو 20% وارتفعت أسعار الجبن والبيض بنسبة 27.8% أما اللحوم فكان الارتفاع بنسبة 17% والزيود بنسبة 32.4% تعهد وزير الدفاع الأمريكي لعيد عستن ونظير الكوري الجنوبي لي جونغ سوب بتوسيع مستوى ونتاق المناورة العسكرية المشتركة بين البلدين والمقرر إجراؤها في شهر فبراير المقبل وفي مؤتمر صحفي مشترك أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي أنه اتفق مع نظيره الأمريكي على تعزيز الشراكة العسكرية الثلاثية مع اليابان من جهته شدد وزير الدفاع الأمريكي على أن واشنطن تواجه استفزازات متزايدة من بيونغ يونغ مشيرا إلى أن واشنطن ملتزمة بشكل صارم بالدفاع عن حلفائها في شرق أسيا ضد التهديدات العسكرية والنووية الكورية الشمالية الولايات المتحدة ثابتة في التزامها بالرده الموسع وهذا يشمل النطاق الكامل التزامنا بالدفاع عن جمهورية كوريا الجنوبية لا يزال صارما لقدرات الدفاع الأمريكية بما في ذلك قدراتنا الدفاعية التقليدية والنووية والصاروخية واسمحني أن أؤكد إيماننا المتبادل بأن التعاون الثلاثي مع اليابان يعزز أمننا بالكامل عقد المبعوثان النوويين لكوريا الجنوبية واليابان اجتماع لملاقشة التعاون في التعامل مع التهديدات الصاروخية والنووية لبيونج يانج وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الاجتماع تناول تبادل وجهات النظر حول الوضع الأمني المتعلق ببيونج يانج كما شدد الجانبان على أهمية التعاون الثنائي بين كوريا الجنوبية واليابان وكذلك تعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة في مواجهة التهديدات الكورية الشمالية واتفقا على تعزيز التواصل لإعادة بيونج يانج إلى طولة المفاوضات حذرت اليابان وحلف الناتو من تنامي التقارب العسكري بين روسيا والصين وتعهدت بتعزيز شركتهم الأمنية في ظل الحرب في أوكرانيا وتعزيز بكين العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادي وقال بيان مشترك للجانبين بعد لقاء من عام حلف الناتو يانس ستولتنبرغ ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن أمن منطقة أوروبا الأطلنطي ومنطقة المحيطين الهندي والهادي مرتبط بشكل وثيق مؤكدين ضرورة تعزيز التعاون بين اليابان وحلف شمال الأطلنطي ذلك من أجل الاستجابة للبيئة الاستراتيجية المتغيرة أكد الزعيمان أن اليابان وحلف الناتو سواصلان دعمهما لأوكرانيا وأن خطاب موسكو غير مسؤول وغير مقبول وأن أي استخدام للأسلحة النووية سيؤدي إلى عواقب وخيمة بحسب ما جاء في البيان كذا اتفق الزعيمان على أنه من الضروري تعميق التعاون في الفضاء الإلكتروني والفضاء الخارجي والمعلومات المضللة وغيرها من المجالات في محاولة لتعزيز قدراتهما لمواجهة التحديات الناشئة في مجالات جديدة دعت أدريبيجان محكمة العدل الدولية لإصدار أمر لأرمينيا بالمساعدة في إزالة الألغام من المناطق التي كانت تسيطر عليها ورفضت أرمينيا في وقت سابق مزاعم أدريبيجان بشأن الألغام الأرضية وقالت إنها قدمت بالفعل خرائط لإزالة الألغام وطلبت أرمينيا أيضا من محكمة العدل الدولية بمطالبة أدريبيجان برفع الحصار عن ممر لاتشين في منطقة ناجورنو كارباغ المتنازع عليها ويعد ممر لاتشين المغلق منذ 12 ديسمبر الطريق الوحيد الذي يمكن لأرمينيا من خلاله توفير إمدادات الغذاء والوقود والأدوية إلى ناجورنو كارباغ قال مسؤولون باكستانيون إن التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة العشرات من رجال الشرطة في مسجد بمجمع حكومي شمال غرب البلاد يعكس ثغرات أمنية إلى هذا ارتفع عدد ضحايا التفجير إلى نحو 100 شخص وقع الهجوم في واحدة من أكثر المناطق تحصينا في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد تضم مكاتب الشرطة وإدارات لمكافحة الإرهاب فجر الانتحاري نفسه بعد وقت قصير من استفاف مئات المصلي لأداء صلاة العصر في أحدث هجوم في سلسلة هاجمات تستهدف الشرطة أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس باعتزامه بإنهاء حالات الطوارئ الوطنية لمكافحة تفشي كورونا في 11 مايو المقبل تأتي هذه الخطوة بهدف إعادة هيكلة استجابة الحكومة الفيدرالية للجائحة وذلك بعد أن عاد معظم الأمريكيين إلى الحياة الطبيعية بعدما يقرب من ثلاث سنوات من إعلان حالة الطوارئ لأول مرة تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابع والخمسين تستمر الفعاليات حتى السادس من شهر فبراير يشهد المعرض عددا كبيرا من الفعاليات التي يستمتع بها القراء إذ يلتقون مع عدد كبير من الكتاب والشعراء والفنانين بمشاركة 1047 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس والمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب مرسل التلفزيون المصري رامي محمد رامي بعد التحية ضعنا في أجواء معرض الكتاب لديك وأبرز ما تضمنه اليوم من فعاليات وأنشطة ثقافية تحياتي لك ولكل متابعين من مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية وهذه المتابعة لفعليات اليوم السادس من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين بدأت الفعاليات بالندوى الأولى خلال هذا اليوم في القاعة الرئيسية قاعة صلاح جهين هذه قاعة التي شاهدت الندوى بعنوان بين ناصر الدين وطاه حسين تنولت عدد من الكتابات للاديب الأردني ناصر الدين الأسد وأيضا للاديب وعميد الأدب العربي طاه حسين والمنهجية الفكرية لكل الكاتبين لو تحدثنا أيضا عن عدد آخر من الندوات كانت هناك ندوى تلت هذه الندوى بعنوان نحن والفلسفة ثم تلتها عدد آخر من الفعاليات الأخرى والندوات تنولت الأمن الغذائي بإفريقيا وأيضا المراكز الثقافية المصرية والعربية هذا هذه عن الندوات بالداخل أما عن الفعاليات بالخارج لجميع الجمهور فكانت هناك عدد من العروض الفنية والأنشطة الثقافية أيضا للأطفال والكبار والأسر بكافة الفئات في خارج ومحيط معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا عن الأنشطة لكن هذه الدورة شهدت إقبالا كبيرا ولها حضور خاص بعكس المتوقع بجميع الفئات من أطفال وشباب وأسر وهذا الإقبال يمكن تجاوز في الخمسة أيام الماضية المليون زائر ولو اتحدثنا أيضا عن معدل ومتوسط الحضور خاصة في أيام العطلات الرسمية ما بين يوم الخميس والجمعة وأيضا السبت هناك حضور ما بين مئة وخمسين إلى مئة وثمانين ألف من الأشخاص ومن الحضور من كافة الفئات وأيضا سواء أطفال أو شباب أو الأسرة بكافة فئاتها ولو تحدثنا أيضا عن المشاركة الكبيرة للناشرين ويمثلون ألف ناشر من جميع البلدان العربية والعالم وأيضا دور الناشرة المشاركة في هذا المعرض وهناك ما لا يقل عن خمسمائة فعالية فنية وثقافية بالإضافة إلى عدد من التوقعات وأيضا القاعات التي شهدت حضور لكتاب وناشرين بتوقيع عدد من الكتب المختلفة والمتنوعة هذا عن اليوم السادس بمعرض القاهرة الدولية للكتاب عودة ليكم أراوك شكرا لك مراسل التلفزيون المصري رامي محمد كنت معنا من معرض الكتاب الآن مشاهدين الكرام نفتحه مع حضراتكم نافذة اقتصادية في نشرتنا وقفة الاقتصادية لنشرة السادسة مع محمد عبدالله أهلا بك محمد شكرا أدى وشكرا نهى وتتابعونا معي أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا أهلا بكم استقبل وزير البترول والفرر المعدنية الطريقة الملة السفير الأسترالي الجديد بالقاهرة أكسل وابنهورستا حيث بحث سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك خاصة في مجالات التعدين والغاز والطاقة الخضراء من جانبها أشهد السفير الأسترالي بالاكتشافات الغازية المتتالية في مصر خلال السنوات الأخيرة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتنامي دور مصر كدولة مصدرة للغاز الطبيعي ونجحها في تغطية جانب من احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي في أسواق البترول العالمية ترجعت أسعار النفط اتفاق التهديد مزيد من الرفع في أسعار الفائدة وتطفقات النفط الخامة الروسية الكبيرة توقعات انتعاش الطلب من الصين وانخفضت العقود الأجلة لخام برينت من نسبة 1.6 من المائة بالمائة لتصل إلى 84 دولار للبرميل وهبط سعر الخام الأمريكي بنسبة 40 من المائة بالمائة لتصل إلى 77 دولارا و59 سنة كذلك ترجعت أسعار المصد عالميا بنسبة 7 من المائة بالمائة لتصل إلى 3 دولارات و5 من المائة سنة لللتر كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 93 من المائة بالمائة لتسجل دولارين و65 سنة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أغلقت معظم أسواق الأسهم الخالجية أغلقت على انخفاض إذ أدى انخفاض أسعار النفط وتوقعات رفع مجلس الاحتياطي للتحادية لأسعار الفائدة إلى تراجع معنويات المستثمرين في حين خالف مؤشر أبوظبيا لاتجاهها ونزل المؤشر السعودي بنسبة 2 من المائة بالمائة مواصلا خسائره للجلسة الثانية كما ترجع المؤشر القطري بنسبة 1.7 بالمائة مع هبوط معظم الأسهم المدرجة على المؤشر وانخفض كذلك مؤشر الدبي بشكل طفيف متأثرا بخسائر في أسهم الشركات المالية والعقارية ذات التقل وعلى المؤشر أيضا في المقابل ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 1 من 10 بالمائة في ختام التعاملات ترجعت الأسهم الأوروبية متأثرة بأسهم الرعاية الصحية إذ امتنع المستثمرون عن الرغانات القوية وتوقعوا جولة أخرى من رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية القبرى هذا الأسبوع والخفض المؤشر ستوكس 100 الأوروبي أو 600 ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 2 من 10 بالمائة لكنه في طريقه إلى إنهاء الشهر يناير بأداء نيجابية مدعوما بآمال في أرباح شركات أفضل من المتوقع والمتانة الاقتصادية كما هوت أسهم UPS جروب بنسبة 2.6 بالمائة بعد أن توقع أكبر مدير للسروات في العالم أن يكون العام المقبل ضبابيا في الولايات المتحدة فتحت المؤشرات الرئاسية في وولستريت مرتفعة بعدما أشرت بيناتهم حول ارتفاع الأجور إلى تراجع التضخم قبيل قرار مجلس الاحتياطية الاتحادي بشأن الفائدة واستهل المؤشر دوجونس صناعي التدولات مرتفعة بنسبة 26 من المائة بالمائة كما زاد المؤشر ستاندر أنتبورس 500 بنسبة 8 من المائة بالمائة كما صعد مؤشر نازدهك المجمع بنسبة 4 من المائة بالمائة أعلنت توزارة المالية الكويتية ميزانية الجديدة لسنة المالية 2023-2024 متضمنة عجزا قدره 22.35 مليار دولار وأوضح التوزارة المالية في بيان اللغة أن مشروع الميزانية الجديدة الذي يبدأ في أول إبريل تم رفعه للبرلمان بمصروفات متوقع قدرها 86.13 مليار دولار وتم بناء الميزانية على أساس 70 دولار لسعر برميل النفط مع كمية إنتاج المتوقع قدرها 2.676 مليون برميل يوميا خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 1.1 مقطة مقاوية إلى 2.6% في 2023 وتوقعت تحقق المملكة نمو 3.4% في 2024 وأشرت تقديرات رسمية أولية إلى أن الاتصاد السعودي نمى بنسبة 5.4% في الرابع الرابع من 2022 لكن تلك النسبة تعد تباطؤا مقارنة بنمو على أساس سنوي في الرابع الثالث بلغ 8.8% وذكرت الهيئة العامة للإحصاء مستندة لتقديرات أولية أن الأنشطة النفطية نمت 6.1% في الرابع الرابع على أساس سنوي بينما نمت الأنشطة غير النفطية 6.2% وأشهدت الأنشطة النفطية بذلك تباطؤا ملحوظا مقارنة بنمو بلغ 14.2% سجلته في الرابع الثالث نهاية أخبار اتصاد دعود من جديد إلى نوها وادا شكرا لك محمد في إطار اهتمام الدولة بقطاع السحة أعلنت جامعة أوطنطة افتتاح وحدة الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بقسم البطنة بمستشفى الجراحات الجديد تضم الوحدة أحدث الأجهزة والمناظير تم افتتاحها تمهيدا لفتتاح مستشفى الجراحات الجديد الذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية والعنيات المركزة في إطار اهتمام الدولة بالقطاع الصحي وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين بجميع المحافظات أعلنت جامعة أوطنطة بدأ تشغيل وحدة الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بقسم البطنة بمستشفى الجراحات الجديد بمجمع طنطة الجامعية بتوجيهات من القرية الساسية ومن الدكتور محمود زاكي رئيس جامعة أوطنطة تم تجهيز الوحدة بكل حاجة تضاهي أحدث الوحدات للجهاز الهضمي والمناظير على المستوى العالمي وحدة الكبد والجهاز الهضمي والمناظير تعد من أكبر وحدات المناظير في وسط الدلتا كونها تضم أحدث الأجهزة ومن بينها مناظير الجهاز الهضمي والمناظير المرارية ومناظير المعدة والقولون بالإضافة إلى منظار بالموجات فوق الصوتية بدء التشغيل للوحدة يأتي تمهيداً لتشغيل مستشفى الجراحات الجديدة بكامل طاقته حيث تم في يونيو من العام الماضي التشغيل الجزئي للمستشفى بخدمات العيادات الخارجية كما تم تشغيل وحدة قسطرة القلب بالمستشفى مستشفى الجراحات الجديد تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية والعنايات المركزة بالإضافة إلى 21 قاعة تدريس مجهزة للطلبة وقاعات للمحاضرات وأخرى للمحاكاة نهاية نشرتنا إلى عنوينها رئيس الوزراء يتابع خطوة تنفيذ برنامج التروحات ويؤكد الإعلان قريباً عن القائمة الكاملة للشركات التي سيتم ترحوها في البورصة شكري يؤكد ليف لافرو بهمية وجود تهديئة وعدم التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد أيام من إعطاء الغرب الضوء الأخضر أوكرانيا تعلن أنها ستتسلم من نحو 140 دبابة ثقيلة غربية الصنع شاهدين الكرام وصلنا مع حضرتكم لنهاية نشرة السادسة لكم التحية إلى اللقاء اشتركوا في القناة